موسيقى أهلا وسهلا فيكم أصدقائي عم نطلع عليكم أنا ورينبو ببداية أسبوع جديد تحديات جديدة وجوائز مش جديدة بس أكيد كتير قيمة أصدقائي جائزتنا هذا الأسبوع بتشبه جائزتنا الأسبوع الماضي وهي عبارة عن فاوتش المقدمة من ويندر باس لعلي مكونة من أربع أشخاص وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة الانطلاق والعودة من مركز برجمال موجود بإمارة دبي الرحلة كتير حلبة وممتعة أكيد لحتى تقدروا تحصلوا عليها كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح تكثبوا اتصالاتكم وتشاركونا رح نعرف رينبو شو مخبيلنا لليوم نقول ابدأ يا رينبو 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 أصدقائي يوقف عند اللون الأزرق وهاللون بيقول مخترع ألماني قام في سنة 1447 بتطوير علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا سنة 1234 ويعتبر مخترع الطباعة الحديثة يعرف بأنه أول الأوروبيين الرواد في فن الطباعة بالحروف المتحركة ولم يكسب من وراء اختراعه هذا شيئاً وتابع عمله دون أن يدري أنه يحقق للإنسانية إنجازاً رائعاً من هو العالم الألماني الذي قام بتطوير علم الطباعة؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي اللون الأزرق كان بيقول مخترع ألماني قام سنة 1447 بتطوير علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا سنة 1234 يعتبر مخترع الطباعة الحديثة يعرف بأنه أول الأوروبيين الرواد في فن الطباعة بالحروف المتحركة ولم يكسب من وراء اختراعه هذا شيئاً وتابع عمله دون أن يدري أنه حقق للإنسانية أنجازاً رائعاً من هو العالم الألماني الذي قام بتطوير علم الطباعة؟ فكره كتير منيح إن شاء الله هيك إذا ما كانت ذكرتي عم بدخوني أنا بتذكر أنه حليمة كانت من قبل خبرتنا أنه هي عند خبرة كتير كبيرة بأسماء العلماء والمخترعين إذا رح تكون أول الأصدقاء المشاركين معنا لليوم لهذا الأسبوع ما بعرف أكيد أنا ورينبو أصدقائي عم نستنىكم عم نستنى مشاركاتكم واتصالاتكم أكيد رح أذكركم أنه جائزتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برمائية لأربع أشخاص بتبدأ وبتنتهي عند مركز برج المال موجود بإمارة دبي نحن أخذ أول اتصال ونقول ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟ خالد أهلا وسهلا فيك خالد كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام الحمد لله خبرني يا صديقي شو جوابك؟ جوتنبيرغ جوتنبيرغ أكيد صح؟ أكيد شكرا لك خالد قدرت أخذ إجابتك جوتنبيرغ يترى يا أصدقائي أو يوهان جوتربينغ جوتربيرغ يترى يا أصدقائي هل اسم صحيح أو لا؟ فكروا كتير منيح كثوا اتصالاتكم شاركوني إجاباتكم أكيد بتي ذكركم النجم الأسبوع صديقنا أحمد هو اللي ربح معنا الأسبوع الماضي يترى أحمد لسه رح يتصل فينا ويخبرنا فكروا كتير منيح أصدقائي اتصال جديد ومنقول ألو ألو أهلا وسهلا كيفك اليوم؟ الحمد لله شكيت الحمد لله تمام خبريني كيف كان الويكند معك؟ الحمد لله كتير منها الحمد لله إن شاء الله دائما مبسوطة ودائما مرتاحة تخبريني صديقتي قدرت تعرف شو الجواب؟ إيه أعرفه شو؟ جوتنبيرغ حدا ساعدك أم لا أنا لسا 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 جنوب نعم طبعني جنوب أه أوكي يعني من معلوماتك أه صحا نو شكرا إلك خبريني فاطمة رح تشارك؟ أه يلا تمام ألو أهلا وسهلا كيفك فاطمة؟ الحمد لله الحمد لله تمام خبريني يا صديق شو الجواب؟ جوتنبيرغ أكيد صحة أخذت جواب من حليمة أم أنت كمان عندك هلمان؟ حليمة شكرا كتير لكم صديقات يا حليمة وفاطمة إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة شاركونا خالد وحليمة وفاطمة كانت إجاباتهم جوتنبيرغ يا ترى يا أصدقائي هالجواب صح أو خطأ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال رح أذكركم اللون الأزرق كان بيقول من هو العالم الألماني الذي قام بتطوير علم الطبعة؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي يكتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم لا تخلوا ريمبو يتحداكم أبدا أكيد لتربحوا رحلة برمائي لأربعة أشخاص بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمال موجود بإمارة دبي تذكروا أصدقائي أنه كلما تواصلتم معنا أكتر كلما شاركتوا أكتر كلما زادت فرصتكم لتدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين نجوم الأسبوع والرابحين تكون فرصة اليوم وعندكم كمان نهار الثلاثة فكروا كتير منيح يا أصدقائي لستمعنا شوية وقت وبعدنا ببداية اليوم يعني فيكن هيك تستثمروا الوقت تتصلوا فينا وتشاركونا رح أخبركم كمان شوية معلومات كانت نخبيها اللون الأزرق بتقول مخترع ألماني قام في سنة 1447 بتطوير علم الطبعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا سنة 1234 ويعتبر مختر اعتباع الحديثة ويعرف بأنه أول أوروبيين الرواد في فن اعتباعه بالحروف المتحركة ولم يكسب من وراء اختراعه هذا شيئا وتابع عمله دون أن يدري أنه حقق للإنسانية إنجازا رائعا من قصة من الأصدقاء رح يشاركونا يلا أصدقائي أنا ورينبو عم نستناكم فرح حمزة ولينا صديق تيارة نجم الأسبوع أحمد رح ناخد اتصال ونقول ألو ألو فرح صح أهلا وسهلا فيك كيفك اليوم؟ الحمد الله الحمد الله خبريني يا صديق تقلسي تعرف شو الجواب؟ أه شو؟ كيف عرفتي؟ أخذت بالمدرسة أه بالمدرسة أوكي برافو عليك في حد رح يشارك؟ أه أوكي فرح بس ممكن تسمعيني من التليفون وتوطي صوت فرح؟ أهلا أهلا لينا لينا سمعتين شو كنت عم قوله فرح؟ ماذا تقول؟ سمعوني من التليفون وتوطي صوت التليفزيون كون سببين؟ أهلا لينا لازم تخبرني الجواب طيب أنا سأخذ إجابتك شكرا لك لينا حمزة رح يشارك؟ حمزة معي اتصال ولا حمزة معي؟ ألو ألو لا ألو لا ألو أوكي شكرا لكم فرحوا لينا إن شاء الله تكون إجابتكم صحيحة أصدقائي والمريا الجاي لما تتواصلوا معي بس اسمعوني من التليفون وجربوا وطوا صوت التليفزيون لحتى أقدر إسمعكم بوضوح وأكيد بتمنى من كل القلبي تطلع إجابتكم صحيحة ويكون عندكم فرصة أكبر تدخل معنا الصحب النهار الخميس لا تكونوا من بين الرابحين والنجوم الأسبوع مين لسا من الأصدقاء يح يلحق هيك يتصل فينا ويستغل آخر الوقت ويكون آخر الأصدقاء المشاركين عادة بتكون صديق تيرانين يمكن غنين تتصل فينا على نهاية الوقت للأسف أصدقائي بدأ الوقت بالانتهاء والعدة التنازلي وانتهى لوقت سؤالنا كان بيقول من هو العالم الألماني الذي قام بتطوير المطباعة والجواب أكيد صح يوهان جونتر بينك ألف مبروك لكي لنشاركوا معنا كل إجاباتكم كانت صحيحة يا أصدقائي ونحن نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو ريمبو ستوب ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر وهاللون بيقول حشرة من رتبة مستقيمة الأجنحة له جسم مفلطح بيضي يضرب لونه للسمراء وقرناء استشعار طويلا بالإضافة إلى عينان كبيرتان ويأكل كل ما يصادفه ومن الغريب أنه يهرع إلى مخبئه وينظف نفسه إذا لامس جسمه الإنسان ما اسم الحشرة التي تنظف نفسها إذا لامس جسمه الإنسان رح أرجع كرر عليكم أصدقائي اللون الأحمر بيقول حشرة من رتبة مستقيمة الأجنحة له جسم مفلطح بيضي يضرب لونه للسمراء وقرناء استشعار طويلا بالإضافة إلى عينان كبيرتان ويأكل كل ما يصادفه ومن الغريب أنه يهرع إلى مخبئه وينظف نفسه إذا لامس جسمه الإنسان ما اسم الحشرة التي تنظف نفسها إذا لامس جسمه الإنسان فكره كتير منيح يا أصدقائي نحن أخذ أول اتصال والآله أهلا وسهلا صديقتي خبريني إذا تتعرفي شو جواب؟ أهلا شو؟ الصرصور صرصور متخيلة إنه إذا لمسنا يروح لنظف حاله؟ طيب متأكدة صح؟ نعم حسنا فاطمة رح تشارك؟ نعم حسنا أهلا وسهلا فاطمة خبريني صديقتي شو الجواب؟ صرصور أكيد صح؟ مليون أكيد يا سلام مليون شكرا لكم حليمة وفاطمة إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة أصرصور يترى يا أصدقائي هالجواب صح أو خطأ؟ أكيد نحن نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال أكيد أنا وربو عم نستنى مشاركاتكم ياري رانيم من نجم الأسبوع أحمد فرح لينا وحمزة أكيد عم نستنى تتصلوا فينا اتصال جديد من قول ألو 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 فرح صح صح فرح أه صح أهلا وسهلا فيك من جديد خبريني فرح قدرت تعرفي شو الجواب؟ أه شو؟ الصرصور أحد ساعدك أو أنت الحالك عرفته؟ لا لا أحد عرفت أكيد 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 هل تحب الصرصور أو لا؟ أه؟ هل تحب الصرصور أو لا؟ لا أكيد شكرا لكم صديقاتي فرح ولينا استصال جديد من قول ألو 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 أفنان أهلا وسهلا فيتي كيف كل يوم؟ نيحة الحمد لله خبريني أفنان اليوم كان أول يوم مرس صح؟ أه كيف كان؟ حلوة أو متعب بعد الإجازة؟ ألو ما رحتي أصلا؟ روحت بس متعب أه متعب لأنه كنا إجازة وهيك أوكي خبريني قدرتي تعرف شو الجواب؟ أصور أكيد أكيد شكرا لك أفنان إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وأكيد نهار بكرة رح يكون أحسن ولي بعده أحسن وبعدين خلص نتعود على دوام المدرسة اتصال جديد من قول ألو 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 مرحبا مين معي؟ يارا يارا أهلا وسهلا فيك صديقتي الحلوة يارا خبريني كيف رحك اليوم أول شيء؟ الحمد الله تهام الحمد الله إليلي يارا عرفت شو الجواب؟ أه شو؟ صرصور أكيد أكيد شكرا لك يارا إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي يعني مبدئيا لحد هلأ كل الأصدقاء اللي شاركونا كانت إجاباتهم صرصور يترصح أو خطأ هالجواب أكيد رح نعرف بلهاية الوقت المخصص أما أنتوا أصدقائي كل المطلوب منكم وكل اللي عليكم تستغلوا هاد الوقت الصغير القليل اللي بقيه وتتصلوا فينا من خلال التواصل على الرعمل موجود قدامكم تخبروني إجاباتكم وتشاركوني هيك أفكاركم خليني أعرف إذا عرفتوا جواب الصحيح أو لا وإذا متأكدين أو لا اتصال جديد ومقول ألو ألو مرحبا مين معي؟ بيان مين؟ بيان بيان أهلا وسهلا فيك خبريني بيان كيفك اليوم؟ نها نها الحمد الله إلي اللي قدرتي تعرفي شو الجواب؟ أكيد شو؟ خطور حدا ساعدك؟ خبريني ما بقول لحد حدا ساعدك؟ حال جوجل جوجل أوكي شكرا لجوجل شكرا إليك بيان أكيد أنت لازم ما تنسي هذه المعلومة أبدا لأنه أصلا معلومة غريبة وكتير حلوة شكرا لكم أصدقائي أكيد لسه معنا شوي توقتي بتقدر تشاركونا وتتصل فينا على السريع وتخبروني مع اسم الحشر التي تنظف نفسها إذا لمسا جسمها الإنسان فكروا كتير منيح يا أصدقائي قبل ما نقرب من نهاية الوقت وتكون الفرصة راحة أكيد مع رينبو ما في فرص بتروح إذا راحة عليكم فرصة هذا السؤال تقدروا تشاركونا بالأسئلة القادمة مين لسه من الأصدقائي رح يعرفوا الجواب ويتصلوا فينا ويتشاركونا إجاباتهم أكيد أصدقائي إذا ما كنتوا عارفين تقدروا تعملوا مثل بيان وتقلبوا المساعدة من جوجل أو كمان أكيد تقدروا تطلبوا المساعدة من أهليكم والموجودين معكم عم يحضرونا بيان كانت آخر الأصدقائي المشاركين وانتهى الوقت أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما اسم الحشرة التي تنظف نفسها إذا لمسا جسمها الإنسان والجواب أكيد صح الصرصول ألف مبروك لكل الإشارة ومعنى كل إجاباتكم كانت صحيحة رامبوا لسا نخبي معلومات بس بعد البريك ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم أكيد بدي أذكركم أن كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل أفكاركم وهيك كل شي بخطر على بالكم بخص السؤال اللي أنا أسألكون يا تتصلوا فينا وتخبروني شو عم بدور برأسكم أكيد ليكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخل الصحب النهار الخميس لا تكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين جائزتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برمائية لأربع أشخاص بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي رح نعرف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا رينبو رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر وهاللون بيقول يعرف بالورد الدمشقي وهو الورد الوطني في سوريا تم نقله من سوريا إلى أوروبا في القرن الثالث عشر ميلادي ويعد من أهم ورود الشرق وأجملها يستخدم في تصنيع العطور وتزين الطرقات والحدائق كما أنه يدخل في صناعة المربيات وماء الورد والعصير يدخل أيضا في تركيب بعض مستحضرات التجميل وذلك لوجود مادة قابضة فيه ما اسم الورد الدمشقي الذي يدخل في تركيب بعض مستحضرات التجميل؟ لحاجة أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول يعرف بالورد الدمشقي وهو الورد الوطني في سوريا تم نقله من سوريا إلى أوروبا في القرن الثالث عشر ميلادي ويعاد من أهم ورود الشرق وأجملها يستخدم في تصنيع العطور وتزين الطرقات والحدائق كما أنه يدخل في صناعة المربيات وماء الورود والعصير يدخل أيضا في تركيب بعض مستحضرات التجميل وذلك لوجود مادة قابضة فيه ما اسم الورد الدمشقي الذي يدخل في تركيب بعض مستحضرات التجميل؟ رح نأخذ أول اتصال نقول ألو ألو أهلا وسهلا يا صديقتي خبريني عرفتي شو الجواب؟ شو؟ برض الجوري حدو ساعدك؟ ماما ماما الله يحفظها يا رب إليلي فاطمة رح تشارك؟ شكرا إليك أوكي خلي فاطمة تشارك وعلا أنا حشوركم فاطمة أهلا وسهلا خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الورد الجوري هلا شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة أكوان إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة الورد الجوري ميجلسا من الأصدقاء رح يشاركونا فاكروا كتير منيح أصدقائي كدفوا اتصالاتكم فيكم تعملوا مثل حليمة وفاطمة تسألوا الماما أو البابا اللي أكيد بيقدروا يساعدوكم بهذا الموضوع رح نأخذ اتصال جديد ونقول ألو ألو رانين صحيح أهلا وسهلا فيكي خبريني يا صديق تعرفتي شو الجواب؟ الورد الجوري حدا ساعدك ولا أنت بتعرفي؟ لا ما وساعدتني الله يحفظ الماما وشكرا إليك رانيم إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يعني لحد هلأ صديقاتي وأمهاتهم هم اللي اللي شاركوا معنا وإن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة كتفوا اتصالاتكم باقي الأصدقاء وفكروا كتير منيح إذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد بتقدر تستعينوا بالمساعدة من الأهل كمان من جوجل لي أكيد 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 رح يساعدكم وإن شاء الله يقدر يعطيكم الجواب الصحيح فكروا كتير منيح بسطوفينا كمان بتستغلوا الفرصة وتقدر تكونوا نجوم الأسبوع تدخلوا معنا الصح بنهار الخميس وتربحوا رحلة برمائية لأ أربع أشخاص نحن أخذ اتصال جديد ونقول ألو 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 مين؟ فرح أهلا وسهلا أوكي خبريني فرح هارفتي شو الجواب؟ بدون مصاعدة ولا بدون؟ لا بدون أوكي يعني أنت لحالك تعرفي صح؟ طيب لينا رح تشارك؟ لا أوكي شكرا لك فرح إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي لحد هلأ كمان كل الأصدقاء كان لهم جواب واحد الورد الجوري ترى صح أو خطأ أكيد نحن نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال فكروا كتير منيح يا أصدقائي اتصال جديد ونقول ألو ألو أفنان بيان يارا يارا أهلا وسهلا فيكي خبريني عرفت شو الجواب؟ أه شو؟ الورد الجوري طب إليلي حاد أساعدك؟ نو لا 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 في حاد يا السلام شطورة يارا شكرا لك يا صديقتي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة طبعا أصدقائي لازم أخبركم إنه في كتير ألوان حلوة من هذا النوع من الورد وريحته كتير حلوة لهيك فكروا كتير منيح وخبروني شو أفكاركم وشو إجاباتكم وخبروني كمان إذا شفتوا النوع من الورد من قبل أو لا رح ناخد اتصال نقول ألو السلام عليكم أبو السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟ عوديبة عوديبة أهلا وصهلا فيك كيفك اليوم؟ الحمد الله تمام كتير كتير مختفين عني وين كنت؟ أمنا وضروح صحية شوية ألف الحمد الله على السلام الخبرين يا صديقتي عرفتشو الجواب؟ ورد الجوري أكيد صح؟ أكيد في حدا من الشي اللي رح يشارك؟ موزة وكيف سعيد أوكي صحة على قلبك شكرا أهلا وسهلا موزة كيفك اليوم؟ موزة كيفك اليوم؟ ودي أروي أوكي شكرا لك يا صديقتي سيف ولا سعيد رح يشاركو؟ سيف سيف ولا سعيد؟ سيف سيف أهلا وسهلا كيفك اليوم؟ الحمد الله خبرني سيف شو الجواب؟ موزة جوري أوكي يلا دور سعيد سعيد يا سعيد أهلا وسهلا الصديقي إلي شو جوابك؟ موزة جوري شكرا لكم سيف وسعيد على حماسكم الدائم أوكي شكرا لموزة وضايبة إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة الورد الجوري مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا أنا أتي صال جديد وأقول أنا؟ أهلا أهلا ليان بيان صح؟ ليان أي بيان ليان أوكي سوري ليان كيفك اليوم؟ الحمد الله خبريني ليان توصلت معنا من قبل؟ لا أوكي هاي أول مرة طيب عارفنا أنا وريمبو وكل الأصدقاء عن حالك خبريني من وين عم تحكينا؟ وقدي عمرك؟ عم ستين من وين عم تحكينا؟ من أي إمارة؟ سوف جولة أهلا وسهلا فيكي ليان من وين ما كنت عم تحكينا؟ خبريني قدرت تحرف شو الجواب؟ الجوري شكرا إليك ليان أنت كنتي آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال أكيد أنا وريمبو متمنى تكوني صديقتنا الدائمة ودائما تتواصلي معنا للأسف أصدقائي انتهى الوقت سؤالنا كان بيقول ما اسم الوردي دمشقيل الذي يدخل في تركيب بعض مستحضرات التجميل والجواب طبعا صح الوردي الجوري ألف مبروك للي شاركوا معنا كل إجاباتكم كانت صحيحة ورح نعرف ليمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو ريمبو ستوب ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرع وهاللون بيقول من طرق الطب البديلة التي تتداول حتى هذا اليوم منذ العصور القديمة حيث تستخدم فيها أقضاح خاصة يولى بداخلها نار خفيفة لصحب الهواء الموجود ليتم خروج الدم الفاسد وذلك بعد عمل شطط طفيف في الجلد وهي تعالج أمراض القلب والدم وبعض أمراض الكبد ماذا يطلق على الطب البديل الذي يعمل على إخراج الدم الفاسد من جسم الإنسان؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول من طرق الطب البديلة التي تتداول حتى هذا اليوم منذ العصور القديمة حيث تستخدم فيها أقضاح خاصة يولى بداخلها نار خفيفة لصحب الهواء الموجود ليتم خروج الدم الفاسد وذلك بعد عمل شطط خفيف أو طفيف في الجلد وهي تعالج أمراض القلب والدم وبعض أمراض الكبد ماذا يطلق على الطب البديل الذي يعمل على إخراج الدم الفاسد من جسم الإنسان؟ رح ناخد أول استصالهم والأهلو أهلو أهلو مين معي؟ خلفان خلفان أهلا وسهلا فيك خلفان مين عم تحكينا؟ من أبو من أبو أبو ضبي أهلا وسهلا فيك يا صديقه بكل أصدقائنا الموجودين بالعاصمة الجميلة أبو ضبي خلفان فيك إلي قد عمرك؟ ساعة لعمر كله طيب قدرت تعرف شو الجواب؟ الهجامة الحجامة صح؟ صح طب إلي حدا عم يساعدك كأنه صح؟ مين عم يساعدك؟ خوي الله يحفظه شكرا إليك كتير خلفان على مشاركتك معنا أكيد أنا ورنبوم نتمنى تكون صديقنا الدائم ودائما تشاركنا اتصال جديد ومنقول أهلو 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 عوديبة أهلا وسهلا فيك اللي جديد خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الحجامة أكيد صح؟ أكيد مصاعدة ولا بدون مصاعدة؟ لا لا بدون مصاعدة أكيدا 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 أهلا وسهلا موزا خبريني شو جوابك؟ شكراً لك يلا سعيد أهلا وسهلا سعيد خبرني شو جوابك كأنه سيف متحمس أكتر منك أهلا وسهلا كيفك هنية الحمد لله خبريني يا صديقتي شو جوابك شكراً لكم أصدقائي عذايبة موزة سيف وسعيد وهنية إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة الحجامة يترى يا أصدقائي صح أو خطأ شاركوني اتصالاتكم وإجاباتكم رح ناخد اتصال جديد ونقول أهلا أهلا حليمة أهلا وسهلا فيك خبريني شو جوابك الحجامة مساعدة ولا بدون بدون شفتي طيب من قبل كيف تتم عملية الحجامة ولا لا هي شفت صعب صح شو رأيك بالموضوع موهلا أمي كانت تسويها الله يعافيها شكراً لك حليمة وأكيد سأخذ الجواب من فاطمة صح أهلا وسهلا فاطمة خبريني يا صديقتي شو جوابك الحجامة شكراً لكم صديقاتي حليمة وفاطمة إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة طبعاً أصدقائي لازم أخبركم أن الحجامة أنها كتير فوائد مثل ما خبرنا ريمبو هي بتعالج أمراض القلب والدم وبعض أمراض الكبر ما بعرف قدرة التحمل عند الناس لهذا الموضوع بس أنا أحسه شوي بخوف نحن أخذ اتصال جديد ونقول ألو 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 مرحباً من معي أفنان أفنان صح؟ صح؟ أه أوكي نخبريني أفنان شو جوابك؟ أجابة حد عم نساعدك أو أنت لحالك قدرتي تعرفي؟ جوجل جوجل؟ شكراً لجوجل شكراً لك أفنان إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة مين لسا من الأصدقاء رح يشاركونا طبعاً أصدقائي كتفوا اتصالاتكم لحتى يكونان تكون فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا الصح بنهاري الخميس وتكونوا من بين الرابحين معنا فكروا كتير منيح شاركوني كل إجاباتكم وكتفوا اتصالاتكم حتى أنا وياكم نقدر نعرف ماذا يطلق على الطب البديل الذي يعمل على إخراج الدم الفاسد؟ لنجسم الإنسان اتصال جديد ونقول ألو ألو رانين أه يا سلام هدوء رانين خبريني شو الجواب؟ الحجامة حدا ساعدك؟ أه ماما الله يحفظها وشكراً لك يا صديقتي رانيم إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكوني نجمة الأسبوع من بين الرابحين أصدقائي فكروا كتير منيح يعني بلشنا نقرب نوصل لنهاية الوقت فكروا كتير منيح اتصال جديد ونقول ألو ألو مرحبا مين معي؟ يارا يارا أنا آسفة نصيد صوتك خبريني شو جوابك؟ الحجامة أكيد مين ساعدك؟ ولا حد ولا حد يا سلام شكراً لك يا ران إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي وتكوني كمان مرة نجمة الأسبوع معنا وتنشوفك معنا هون اتصال جديد ونقول ألو ألو مرحبا مين معي؟ فرح فرح أهلا وسهلا صديقتي خبريني شو جوابك؟ الحجامة أكيد صح؟ أه أكيد في حد رحي شارك؟ أه أهلا 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 لينا خبريني صديقتي شو الجواب؟ الحجامة أكيد أكيد شكراً لكم فرحوا لينا أنتوا كنتوا آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت سؤالنا كان بيقول ماذا يطلق على الطب البديل الذي يعمل على إخراج الدم الفاسد من جسم الإنسان والجواب أكيد صح الحجامة ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا كل إجاباتكم أصدقائي كانت صحيحة ريبوا لصمخة بمعلومة وحدة بس بعد لبقاء ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم أكيد مثل العادة رح أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح تشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون لكم فرصة أكبر تقدر تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين وتربحوا رحلة برمائية لأربع أشخاص بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمان موجود بإمارة دبي رح نعرف ريبوا شو مخبي لليوم ونقول نبدأ يا ريبوا ريبوا ستوب ريبوا يا أصدقائي وقف عند اللون الأصفر وهاللون بيقول لعبة ذهنية تتألف من لوحة مقصمة إلى 64 مربع و16 حجر لكل لاعب وتكون مربعات بلونين مختلفين عادة الأسود والأبيض أو البني والأبيض وتحتاج هذه اللعبة إلى قدرة عقلية كبيرة وتركيز جديد ما اسم اللعبة ذهنية التي تتألف من لوحة مقصمة إلى 64 مربع؟ نحن أخذ أول اتصال ونقول ألو ألو أهلا وصهلا خبريني صديق تعرفت شو الجواب؟ ماذا؟ شطرنج حليمة؟ ماذا صوتك متغيف؟ حليمة هل تتلعب شطرنج أو لا؟ لا لا أعرف طيب فاطمة رح تشارك؟ ماذا؟ فاطمة يا فاطمة أهلا وصهلا خبريني ما الجواب؟ شطرنج أكيد ليون أكيد يا سلام شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة شطرنج أكيد أنا وريم بعمل سنة مشاركاتكم نهار الثلاثة مين لسا من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كتير منيح أصدقائي شاركوني إجاباتكم وخبروني إذا بتعرفوا تلعبوها اللابة أو لا أو مثلا وين تعلمتوها كيف تعلمتوها إذا كنتم بتعرفوا تلعبوها مين لسا من الأصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد ومنقول ألو ألو فرح صح؟ صح أهلا وصهلا خبريني وفرح عرفتش الجواب؟ شطرن أكيد 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 بتعرفي تلعبوها ولا لا؟ أهلا فرعبا والله برافو من أنت من زمان كتير ولا من جديد؟ لا يعني يعني مو من زمان كتير أوكي برافو كتير حلو انك بتعرفي تلعبيها خبريني لينا رح تشارك؟ أهلا 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 لينا خبريني شو جوابك؟ أكيد شو أكيد ولا لا؟ أكيد يا سلام شكرا لك صديقتي لينا وأكيد شكرا لفرح إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة يا أصدقائي تقدر تربحوا معنا تدخلوا الصحب وتكونوا نجوم الأسبوع أكيد أنا وريبا ومستنى مشاركة نجم الأسبوع صديقنا أحمد اتصال جديد ونقول ألو ألو ثامتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عذايبة خبريني شو الجواب؟ شو ترنج أكيد أكيد تعرفي تلعبيها ولا لا؟ موضي أنا صار عندي فضول قاعدة كل الأصدقاء إذا بيعرفي تلعبيها ولا بيع لا؟ موضي أكيد طيب في حضر حشارك؟ أهلا موزة وهنية وسيف وسيف أهلا أهلا وسهلا موزة خبريني شو جوابك؟ موضي شكرا لك يا صديقتي سيف ولا سعيد؟ شيف خبرني بك الحماس شو جوابك؟ شيف شو جوابك؟ أهلا شو جوابك؟ أهلا شو جوابك؟ أكيد أوكي باقي هنية يلا هنية يا هنية أهلا وسهلا خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ أكيد صح؟ شكرا لكم أصدقائي عذايبة هنية موزة صعيد وسيف على مشاركاتكم معنا إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة من لسا من الأصدقاء رح يشاركونا رانيم ياريا أفنان وبيان وليان وخلفا أوكي طلعوا كلهم على القافية شاركونا أصدقائي اتصال جديد ونقول أهلا أهلا ياريو؟ صح أهلا وصح لا خبريني شو الجواب؟ أهلا أهلا هل ساعدك أو كمان هالمرة لا؟ لا متأكدة يعني؟ أهلا شكرا لك يا راه إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي من لسا من الأصدقاء رح يشاركونا فكروا كتير مني يا أصدقائي رح أرجع كرير عليكم ريمبو كان بيقول لعبة ذهنية تتألف من لوحة مقسمة إلى 64 مربع و 16 حجر لكل لعب وتكون مربعات بلونين مختلفين عادة الأسود والأبيض أو البني والأبيض وتحتاج هذه اللعبة إلى قدرة عقلية كبيرة وتركيز شديد اتصال جديد بنقول أهلا 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 رانيم أهلا وصح لا خبريني رانيم شو الجواب؟ شكرا لي تعرف تلعبها اللعبة ولا لا؟ شوي شوي أوكي يعني هل ساعدك بالجواب ولا لا؟ لا شكرا لك رانيم إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكوني نجمة الأسبوع معنا مين لسا من الأصدقاء راح يشاركونا فكروا كتير من أخي الأصدقائي واستغلوا الوقت قبل ما ينتهي لسا معنا هل كم ثاني الباقيين ومعنا نهار الثلاثة اتصال جديد بنقول أهلا أهلا مرحبا مين معي؟ أفنان أهلا وصهلا فيك أفنان خبريني شو جوابك؟ شو طراني شو أكيد أكيد شكرا لك صديقتي يا ترى أفنان راح تكون آخر الأصدقاء المشاركين معنا لليوم ولا في حدا هيك راح يلحق بسرعة يرفع صماع التليفون ويخبرنا شو الجواب فكروا كتير من يحي أصدقائي سؤالنا كتير سهل وأنا عارفة متأكدة إن كلكون عارفين الإجابة ومتأكدين منها لهيك بس فكروا شوي طلبوا المساعدة للأسف أفنان فعلا كانت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لليوم بدأ العد التنازلي أصدقائي وانتهى الوقت سؤالنا كان بيقول ما اسم اللعبة الذهنية التي تتألف من لوحة مقسمة لأربع ستين مربع والجواب أكيد صح لعبة الشطرانج ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا كين الإجاباتكم كانت صحيحة هون بيصول مشوارنا للنهاية معكم أكيد لا تنسوا تحضرونا نهار الثلاثة بنفس الوقت هلا سرعتنا لكم باي باي اشتركوا في القناة